هل الأمة ملزمة باتباع أي مذهب من مذهب الأربع؟ لا مش ملزمة أحسن طيب لما تقهروا الأمة على اتباع المذهب الأربع ولا يخرج من دقيقة رجلة لا 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 ما حدش قال كده أبدا خد بال حضرتك فضلك الإمام الشافعي لما سؤل عن الإمام أبو حنيفة ماذا قال؟ الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة طيب لما سؤل عن الإمام مالك لأن الاتنين دول آدم منه مالك كان شيخ الشافعي المالك حجة الله في أرضه لو أن هناك كتابا يقدس بعض القرآن لكان موطأ الإمام مالك شوف الأدب طب إمامه مشي وهو بقى إمامه صاحب المذهب الشعير ليه ما ينتقدش المذهب اللي قبله زي ما احنا بنعمل دلوقتي بننتقد السوابت في السنة وكذا وهم اختلفهم مع بعض وجود المذهب وتعددها الدليل على الاختلاف بس اختلف مهذب يعني ولو اختلفهم رحمة اختلف مهذب ده من باب التيسير يعني المهذب مثال سطحي للعامة لو أنا رايح أسوان وعندي أربع وسائل مواصلات أركب الطيارة لو أنا غني أركب اللي بيقول عليه الطلج وده الجديد بتاع بعض الشهرة والدعاية أركب الأطر العادي الأشاش أو أركب لمواخذة دبة واختارك ما شئت حسب جاهدك من تقهرت الأم قلت من ترخص فقد تزندق لا ترخص بإن الترقاب من المذهب مرفوضة متتابع الرخص منبوز طب ليه بقى مهمة هاعد يدور على كل حتة سهلة في المسألة الواحدة ما هو إمتى التلفيق التلفيق لا يكونه إلا في القضية الواحدة إنما الاختيار في قضايا مختلفة من أكثر من مذهب لا منع منها شرعا المشكلة في التلفيق نفسه المهم بقى الفقهية اختلفوا مع بعض طلعت كتب خطيرة جدا وموجودة تملأ المكتبة الآن بين علماء المذاهب بعد أن بات الأربعة ظهرت كتب اسمها كتب الخلاف أو الاختلاف طيب بتجيب إيه ليه الإمام أبو حنيفة خالف المذاهب التانية في كذا ليه الإمام الشفعي مخدش برأي أبو حنيفة في شروط السنة الأحدية ليه الإمام مالك قدم عمل أهل المدينة على كذا فيقوموا يجيب كل واحد يجيب أدلته وليه الإمام بتاعه عمل كذا هذا جدل مشروع ليه مشروع ليه وبترفضوا دلوقتي من جامعات زي تمكين وغيرها وبترفضوا دلوقتي نعم نعم هذا الجدل مشروع لماذا عشان على هوان لأنه لا يخرج عن القواعد العلمية زائد تخصص من يختلف فيه التخصص شرط جدا أنا أنا مؤخذة يعني ما عليش في التعبير إحنا بزمنه نعم تقدر حضرك تجري جراحة طبية لحد من قريبك عشان تنقذه لا طيب ليه مش متخصص لأنك مش متخصص إش مهنة دي بتحترم واختبالك أصل الدين كلمة الله لكل البشر يا دكتور ليس حكرا على أحد فانه نعم بس ربنا قال في القرآن غير كذا قال إيه بقى حضرك قال يا سيدي أسألوا أهل الذك أفلا يتدبرون القرآن دي حاجة التدبر معناه العمل بدقة في الفهم للوصول إلى المعنى الصحيح والعلماء الذين يستنبطونه منهم طيب والعلماء الذين يستنبطونه منهم وقال كمان أولى نفر من كل فرقة منهم طائفة مش كل الناس ليتفقهم في الدين ويعملوا إيه ولينزلوا قومهم إذا رجعوا إليهم ربنا لو أدين إنما يخشى الله من عباده العلماء طيب كل ده بقى إن إحنا الدين بتاع الناس كلها يعني اعتراض حضرتك قبول حضرتك على اختلاف الفقاء بينهم وبين بعضهم مقبول لأنهم رجعوا إلى نصوص متخصصونهم